للطائفية ثمار يجنيها أربابها ليس بالارتقاء على جماجم ضحاياهم فحسب فلعلى جماجم وجثامين من يسقطون من أتباعهم وأزلامهم جثامين تشيع في النجف بعد أن قاتلت المعارضة السورية دفاعا عن نظام الأسد صورة تتكرر كلما ألقى مقاتلون بأنفسهم في تهلكة الصراع السياسي المتدثر بعباءة الطائفية فالميليشيات في العراق تؤكد أنها تقاتل للحيلولة دون عودة البعث وعناصرها في سوريا يقاتلون دفاعا عن نظام البعث نار تحرق شبابا لا يملكون أدنى فهم لمجريات الصراع السياسي في المنطقة والدور الإيراني الذي ينظر نظرة عوراء لا ترى سوى مصلحة الفرس في إعادة إمبراطوريتهم ولو بغطاء طائفي مهما كلف الثمن الثمن الذي يدفعه المؤمنون بالأفكار الطائفية التي تروج لها إيران ليكون سوى الدماء والدمار في النجاف تتواصل لليوم الثاني على التوالي عمليات التشيع الجماعي لأفراد من ميليشيات عراقية قتلوا في ريف حلب الجنوبي في قتالهم مع جيش النظام ضد المعارضة السورية إحدى وأربعون جثة تسلمتها إدارة النجاف جرى تشيعها رسميا بحضور شخصيات حكومية ومحلية ورجال دين بارزين وممثلين عن المرجعيات الشيعية فيما شارك دبلوماسي في السفارة السورية في بغداد بالتشيع القتل المشيعون في النجاف معظمهم شباب من جنوب العراق الذي يعيش سكانه في بيئة ريفية بعيدة تماما عن مجريات الحرب في سوريا والصراع بين إيران والغرب ومصالح الدول والسياسين إلا أن بذرة طائفية غرسها سياسيون وتجار دماء أخرجتهم من بيئتهم لتلقي بهم في مهاو الردى اشتركوا في القناة